السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم الحقيقة بعد استخارة واستشارة وكنت نزلت بوست في الكميونيتي وفكرت كثيرا وبعد تفحيص وطمعيص وطفعيص وكل حاجة أخير هييس لقيت أنه من الأفضل أن أنا أفصل محتوى خد فكرة عن قناة تيل بو شو ليه أسباب كثيرة بس من أبرز الحاجات الخيرتنا أفكر أعمل كده هو عدم تجانس المحتوى قوي وأن أنا كده كده بقدم جوة تيل بو شو حاجات برضو بسيطة كده من الرقائق والكلام الخفيف وسط الحلقات لكن ببقى أنه يخد فكرة محتوى تقيل شوية وفي أطفال كتير بيتابعوا القناة وبيتفرجوا على القناة ودي حاجة أنا مقدرش منحها وأنا كتير قلت الأباء ما تدوش الموبايلات للأطفال كده لكن ممكن الطفل يتفرج على بلاي لست القناة أو يتفرج على أي فيديو ممكن نقطله فيديو من الفيديوهات غير مناسبة زي الفيديو اللي هنزله في القناة الجديدة نهاردة إن شاء الله فيعني أنا خدت قرار في النهاية أنا هعزل ده عن ده يرتاح ده من ده زي يقول في مصر كده فدلوقتي أنا بنفس الهدوم وبنفس الشكل وبنفس كل حاجة لو روحت دلوقتي على القناة تاني أنا هتلاقي الرابط بتاعها موجود في وصف الفيديو وأول تعليق هتوسط لقيني من نازل فيديو هناك بتكلم فيه عن حادثة إدريس غانا لاعب نادي باريس سان جيرمن والهجمة الشرسة اللي عملوها عليه ونستنتج منها إيه ونتعلم كمان من هذا النوقف إيه بس كده عايز تاخد خد فكرة روح هناك عايز تاخد تلبو شوه يا مرحب بيك انت بنوارنا هنا وكله بنوار وربنا يبرك لكم وأشوفكم إن شاء الله في فيديوهات قادمة داخل قناة تلبو شوه وأيضا في قناة خد فكرة سلام عليكم